اشتركوا في القناة هذا موضوع مهم ونسبة حدوثه كثير لماذا نسبة حدوثه كثير؟ لأن أسباب الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الألم في القضيب كثيرة طالما الأسباب كثيرة ومنتشرة فإذا حدوث هذا الألم كثير من الأسباب الكثيرة الحوادث والالتهابات العدوى كلنا عارفين أن في من أشهر أنواع العدوى التي تصيب الرجال وطبعا القضيب هذا موضوع يخص الرجال ويصيب الرجال فقط لغير فمن ضمن الأمور المشهورة والكتير العدوى الجنسية التي تنقل عن طريق الاتصال للجنس والحوادث يعني تلعب كورة بتلعب وانت شباب بتجري بتلعب بسبول بتلعب أي حاجة ممكن تتصدم بتلعب مصرع من اللي هي الحرة دي ممكن تاخد ضربة في منطقة التناسلية في منطقة الجنسية وتصاب بمشكلة في القضيب تسبب لك ألما شديدا والمنشطات الجنسية اللي الناس كتير بتاخده واحد ياخد كمية زيادة فرحان إن القضيب بينتصب فيفاجأ بأن الموضوع زاد عن حده انتصب ولا يرتاخن بنسميه بريابيزم بريابيزم يعني الانتصاب المستمر وفي التعريف هو انتصاب يستمر لمدة أكثر من أربع ساعات ومصحوب بالألم فإذن الأسباب كثيرة وبالتالي الحالة كثيرة منطقية قول علمكم عشان تتجنب هذا الوضع برضو مش صعب أو اتباع أسلوب الحياة الصحية واحد يقول لي يا أخي دكتور هلال أنت كل شوية تقول لنا أسلوب الحياة الصحية أنت تدخل أسلوب الحياة الصحية في كل حاجة صراحة بدخل أسلوب الحياة الصحية في كل حاجة لأنه هو فعلا السبب في تحسن كل حاجة والسبب في منع الأمراض والسبب في منع كثير من الإصابات ومنع كثير من الحياة نرجع بقى لموضوعنا الألم في القديم وده موضوع كاتب هنا في الموقع خلينا نشوف الموضوع الموضوع بتاع النهاردة هو أهم أسباب ألم القديم هذا الموضوع مكتوب أو المقال مكتوب عندي في الموقع تحت عنوان الألم في القديم وما أهم الأسباب المحتملة للألم في القديم والأعراض التي قد تصاحب ألم القديم القديم طبعا عضو زي أي عضو ويصاب بالتهابات بإصابة بحادث أو بجروح بس يمكن القديم لأنه في منطقة حساسة أكثر عرضة للأصابة بهذه الأمور وألام القديم لها أسباب متعددة وأهم النقاط في الموضوع قبل ما خش في التفاصيل هو الموضوع كله عبارة عن اختصار للموضوع لأن الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا ومش أخش في التفاصيل لكل حاجة أو لكل سبب من الأسباب لأن في الموقع مقال مخصوص عن كل سبب من هذه الأسباب مقال أو أكثر من مقال اللي يحب يتعمق في الأسباب يقدر يتصفح الموقع ويشوف الأسباب أهم النقاط اللي جات في الموضوع اللي هي المقدمة عن القديم وألم القديم تاني حاجة الألم في القديم والأعراض المصاحبة له بعض خصائص الألم يعني الألم ده صفاته إيه الألم في القديم إيه هي الصفات اللي بيتسم به هذا الألم وأخيرا الأسباب وهو موضوع المقال الأسباب وراء الألم في القضيب ملخصا كانت الأسباب الأكثر شيوعا في هنا غلط بيتشال ألف تبقوا تشيلوا بقى الأسباب الأكثر شيوعا بسمتها إلى ثلاث أقسام الأسباب الأكثر شيوعا والأسباب الأقل شيوعا ثم الأسباب النادرة أسباب نادرة لألام القضيب وآخر حاجة الخاتمة والخلاصة بتاعة الموضوع وكأي موضوع من الموضوعات التي أكتبها في الموقع بتاعي اللي هو arafili.com أو dr.hilal.com في أي موضوع من هذه المواضيع ده الموقع بتاعi arafili.com وده رقم الموضوع في أي موضوع من هذه الموضوع أنا بلتزم ببعض الأمور من بينها اللي انتوا شايفينه ده في آخر المقال بلتزم بأننا بحط المصطلحات الطبية عشان الناس اللي يحب يطلع على الحاجات دي اسمها ايه بالانجليزي بالأجنابي بلاش الانجليزي يعني الأجنابي لأنه ممكن تكون أسماء لاتينية وهو الأسماء الأسماء اللاتينية عادة بتبقى أكثر فهما من الأسماء العربية ليه لأن الأسماء اللاتينية بتبقى عادة يعني يا إما لها أصل لاتيني زي كلمة بريابيزم اللي هو انتصاب القديم المستمر بريابيزم الاسم لسبب ومعظم الكلمات بتبقى مشتقة يا إما من كلمات أخرى فبالتالي لها معنى أو بتبقى مربوطة بأسماء الاكتشف الشيء أول واحد تكلم عنه وهكذا بيبقى لها معنى زي ما انتوا شايفين كده في كل مقال بحط المصطلحات الطبية في نهاية المقال وأيضا مصادر لمن يرغب في زيادة الاطلاع مصادر خارجية وفي الغالب بتبقى مصادر من مواقع معروفة ومشهورة ده كده اسلوبي في كتابة أي مقال الموضوع زي ما وجود أساتكم تقدروا تقروب التفصيل وأحط الرابط بتاع المقال تحت تحت الفيديو فأرجو أنكم اللي حب يقرأ أكتر يقرأ لكن أنا هكمل الفيديو على رسمة عاملها أنا عشان يسهل تذكرها فخليكم معايا وتابعوا الفيديو دي كده رسمة يعني أعملها أنا عشان نقسم الأسباب كده بشكل يمكن البعض يقدر يتذكر إيه هي أهم أسباب الألم في القضيب أسمتها إلى الأسباب الأكثر شيوعا والأسباب الأقل شيوعا والأخرى نادرة إيه هي بقى الأسباب الأكثر شيوعا الفيروسات التي تسبب الأمراض المنقولة جنسيا والبكتيريا الفيروسات والبكتيريا برضو المسببة للأمراض المنقولة جنسيا زي السيلان الزهري كل هذه الأمور ممكن تسبب ألم في القضيب التهابات بكتيريا أخرى تسبب غير المنقولة جنسيا يعني التهابات المسانة التهابات بصفة عامة التهابات المجاري البولية التهابات المجاري البولية كلها ممكن تكون من أعراضها ألم في القضيب العلاج أنا مش هتكلم عليه لأن كل حاجة من الحاجات دي كل حاجة كل سبب من الأسباب دي ليه علاجه يعني يحتاج كلام كتير فإحنا بس بنركز في الأسباب وزي ما قلت في المقدمة لو أنت ما تعرفش السبب خالص اتبع أسلوب الحياة الصحية طبعا أسلوب الحياة الصحية الممارسة الجنسية الآمنة ويستحسن طبعا أنها تكون في نطاق الأسرة مع الزوجة فقط والحاجة التالتة إذا تلبس الكوندم أو الكبوت عند الممارسة الجنسية وحاجة أخرى وهو النظافة الشخصية الاتزام النظافة الشخصية وعدم استخدام أنواع معينة من الصابون ذات ريحة وفيها كمويات كتير في تنظيف المنطقة التنسلية الأعضاء التنسلية نيجي دي كده كانت الأسباب الأكثر شيوعا نيجي بعد كده الأسباب الأقل شيوعا حصوات المتانة طبعا حصوات المتانة ممكن تعمل ألم عندما تفتت أو ينزل منها فتات وأثناء مروره بالحالب في القضيب يحدث ألم في القضيب التلايف داخل جزع القضيب يعني نفس القضيب لسبب إصابة قبل كده التهابات قبل كده كل الحاجات دي بتعمل ألم في منطقة القضيب بحالها الحساسية أمراض حساسية وأمراض جلدية وممكن تكون بعد هذه الأمراض نتيجة أوتو إيميون ديزيز نتيجة أوتو إيميون يعني مناعة ذاتي ودي السبب اللي أنا جبت سيرته من شوية هو قلة النظافة عدم اهتمام لبعض الرجال أو الشباب يعني يروح يلعب كورة وي وي ما يتشطفش مباشرة دي أحد الأسباب أسباب بقى نادرة قليلة قوي ما بتحصلش إلا بالصورة نادرة اللي ده غاية واحد تلضغه حشرة ويصادف إن الحشرة لده غاية وفي هذه المنطقة يعني لابس شورت ولا حاجة والحشرة يعني خدت مشوار طويل عشان توصل للعدو الزكري بتاعه وتعوده فيها الإصابات المختلفة الإصابات المختلفة هي طبعا الإصابات دي تتحطي ضمن الأكثر شيوع بعدها بعدها يعتبر مشور وبعدها يعتبر قليل حوادث السيارات يعني عشان واحد تحصل له حادث سيارة أو التعرض للضرب بشيء صلب زي في لعبة البسبول وحتى كرة القدم وبرضو ركوب الخيل والدراجات لفترات الطويلة ممكن تضغط على القضيب يكونش الواحد راكب صح أو السراج مش مخدوم كويس فيحصل هذا الألم القساح ما يعرفش بقى القساح ولا القساح النطق بتاعها العربي ما بحثتش عنه اللي هو البريابيزم البريابيزم وزي ما قلت في البداية يمكن الكلام الإنجليزي ليه معنى أو الكلام الأجنبي ليه معنى لأنه يسبب البريابيزم ده ليس تسمى كده واحد أول واحد وصفه طبيا مسجله فيه الريكرز الطبية كان سنة 1800 وحاجة مش فاكر سنة 1800 وكام يمكن 45 أو حاجة كده بريابيزم سمى بريابيزم من باربوس باربوس ده مين اللي هو إله الإخصاب أو الخصوبة عند الإغريق أحد الألهة في الأساطير القديمة فاقتبس الإسم منها المرض يتصف بالانتصاب طويل المدى انتصاب يستمر يجي أربع ساعات ومصحوب بألم انتصاب ومصحوب بألم بعد عنكم جميعا وده ليه أسباب كثيرة أسبابه كتير من ضمنها أخذ الإفراد في أخذ المنشطات الجنسية ممكن ياخد وخصوصا اللي بياخدها حقنة في القديمة نفسها ممكن جرعة له زي هذا تعمله بريابيزم ممكن نتيجة مرض زي السيكل سيل أنيميا زي الفقر الدم المنجالي اللي هو بيبقى فيه الزوجة عالية جدا والدم بيقف بريوني بريوني ده دخل تحت الإصابات وطبعا فيه كسر القديم fracture of penis ده برضو يدخل تحت الإصابات وكسر القديم ده من الحاجات اللي نقدر نقول أنها نتيجة الجنس العنيف العنيف شوية وعدم يعني التعاون ما بين الطرفين ممكن أحد الطرفين يقع على القديم فيحصل له كسر نتيجة أنه يكون منتصب شديد دية الأهم الأسباب الألم في القديم العلاج يتوقف على السبب باختصار مثلا لو كانت نتيجة التهابات المنقولة جنسيا يبقى العلاج مضادات حيوية الامتناع عن الجنس مسكنات الألم في جميع الأحوال الواحد يلجأ إلى مسكنات الألم لكن في حالات زي البريابيزم الشديد اللي هو الانتصاب المستمر و fracture penis أو torture penis التواء القديم كل دول بيحتاجوا بسرعة بسرعة التدخل الطبي وربما التدخل الجراح وبرضو حالات الحساسية الشديدة اللي بينتج عنها تورم شديد في العض بتحتاج بسرعة أخذ العلاج المناسب عن طريق الطبيب أما الحاجات الأخرى حصوات المسانة علاجها أخذ الأدوية التي تكسر أو تفتت المسانة وتنزلها اللي تنضاف بقى ديت علاجها بإيد الشخص وبكده أنا خلصت هذا الفيديو وفي النهاية أذكركم بأهمية أسلوب الحياة الصحية لأن ده يعتبر وقاية من كثير من الأمراض الخطيرة وأيضا علاج لكثير من الأمراض الخطيرة ويقصيكم بأنكم تتابعوني في أسلوب الحياة الصحية وخصوصا الإخوة اللي كانوا زي حالات كبروا بدون ما يهتموا بصحتهم وبعدين بذكرهم أن يفيقوا زي ما أنا كده أفقت وبدأت تتبع سلوب الحياة الصحية يعملوا زي أنا متبعوا فقط من سنتين وإن شاء الله يمكن كتير منكم بيلاحظ تأثيروا علي أشوفكم قبل ما أختم بقى إذا عجبكم الفيديو تنشروا لصحابكم وحبايبكم عشان تعم الكلمة وتعملوا لايك للفيديو واللي مش مشترك طبعا نشترك عشان تجيلوا الفيديوهات أول بأول وشكرا لكم على وقتكم والفطرة اللي بتمضوها معايا وأشوفكم مرة تانية في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة